الغارات الإنجليزية للسواحل الجزائرية خلال القانين السادس عشر والسابع عشر ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات المطلب الثاني الغارات الإنجليزية للسواحل الجزائرية الغارة الأولى السابع والعشرون نوفمبر 1620 ميلادي غارة روبيرت مانسيل خلفيات الحملة بموت الماليتة إليزابيث تحسنت العلقات الإنجليزية الإسبانية عندما عبرم خليفة الماليت جيمس الأول معاهدة سلام مع إسبانيا في سنة 1604 ميلادي وطدت أنا لذا يتعين عتاس مباشر على العلقات الجزائرية الإنجليزية حيث أنهت هذه المعاهدة أي حصانة للسفن الإنجليزية في البحر العبيض المتوسط خاصة وأن الجزائريين خلال هذه المرحلة فتحوا عهدا جديدا للغزو البحري فلم يتد يمر العرض الأول من الطان السابع عشر ميلادي حتى تمتن الجزائريون من أصل دول شمال أوروبا وخاصة إنجليترا وتتكتب السفير الإنجليزي في إسبانيا يصف الحالة في سنة 1617 ميلادي إن قوة وجرات تراصنة الجزائر هم الآن على هذا النحو من الضخامة سواء في البحر المتوسط أو في المحيط الأطلسي وأشهد أنني لم أعرف في حياتي شيئا جالب إلى هذا البلاط يرصد البلاط الإسباني الأس العميق والخراب الكبير غير هؤلاء التراصنة وأمام تزايد ناشاط البحرية الجزائرية ضد السفن الإنجليزية طرر المالك الإنجليزي جيمس الأول تجريد حملة أسترية لطص مدينة الجزائر وأوتل عمره إلى الأميران روبرت منسيل وصل الأسطول الإنجليزي إلى المياه الجزائرية في أواخر نوفمبر ليبدأ في عملية الإغارة للجزائر لكن الحملة هذه فشلت في تحقيق مبتغها في فت الأسرة وحاق الأسطول الجزائري أسباب فشل الحملة فشلت الحملة التي قدع روبرت منسيل مؤتدة بذات الإخفاق العستعي للبحرية الإنجليزية أمام نظيرتها الجزائرية لأسباب منها أولا عدم جدية روبرت منسيل في تعبئة حملته ثانيا عدم تحمل الخزين الإنجليزية لنفقات حرب تتطول ثالثا إنشغل الإنجليزية بالحروب الدينية في أوروبا حرب الثلاثين سنة الغارة الثانية من 1622 إلى غاية 1672 ميلادي الغارة الأولى قادها الأميرال بالار وتلتها غارة الأميرال مربور على العاصمة وكانت نتيجتها كلها خسارات وفشل أين فر قاداتها بأنفسهم الغارة الثالثة 1661 ميلادي قادها الأميرال إدوارد مونتارو تونت دي ساندويج في جويل 1661 ميلادي بعد قرار الحكومة الجزائرية بمضاعفة أجرة الشحن وتفتيش كل السفن دون استثناء مع مصادات الأملات العيدة للعداء فرسل أسطور الإنجليزي المؤلف من حوالي 20 سفينة تبيرة في أواخج ويلي 1661 ميلادي طبالت خليج الجزائر لات إنه رسلت ديوان الجزائر رمضان آغا يحث فيه عن التراجع عن القرارات السابقة يجنب بداية بلاده من حرب جديدة فرفض رمضان آغا وتمسك برأيه عندها قرر الأميرال قصف المدينة لكن بات محاولته الأولى بالفشل أين استعانى بالسيل أو سيون وعاد هو إلى بلاده الغار الرابع 1662 ميلادي استهلت بغارة ثانية لمنتارو إدوارد الذي عاد بدعم جنوى بقيادة سانتريون الذي استغل فرصة العاصفة التي ضربت العديد من سفن القراصنة وغرقتها فهاجم مدينة بيجايا في الأول أفريل 1662 ميلادي لكنها بات بالفشل الغار الخامس سنة 1664 ميلادي بعدها الأميرال لاوصون أين وصل إلى ميناء الجزائر في أفريل 1664 ميلادي وطام بالاستلال عدة مراقب جزائرية وطادها تغنائم ليلة طنجة القاعدة التي ارتسبتها إن لترا حديثا لكن لم تحقق هدفا في تس شوكة البحرية الجزائرية الغار السادسة 1668-1669 ميلادي طاد الأميرال آلان حيث طادم في سنة 1668 ميلادي بمطاردته لسفن التراصنة فحاول وفي شهر سبتمبر 1669 ميلادي عاد آلان ثانية على راس 25 بارجة فتح النار على الواجهة الأمامية لمدينة الجزائر تتبى داخل الإنجليس خسائر فادحة واضطروا للإنسحاب لماهون بالبليار لرأب الأضرار الغار السابع 1670-1671 ميلادي في شهر ماي هاجم الأسطول الإنجليزي بقيادة الأميرال إدوارد سبارد مرصى بيجاية على حين غرى ودخله عنوى وقام بإضرام النار في ثمانية من المراقب الراسية فيه استمر حصاره البحر للمدينة حتى شهر ديسمبر 1671 ميلادي وقد أشعلت هذه الحملة فاتل إضطرابات في الجزائر وأدت إلى سطوط الحاتم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد المترجم للقناة